موسيقى عزائي طلبات وطلبات السنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 83 مساء الخير على كل طلبنا العزائي مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتبعونا واللي احنا كالعادة نستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال الحلقة بتاعتنا النهاردة هكون تحت عنوان مراجعة نصف المنهج بالنسبة لمادة الكيمياء للصف الثالث السنوي ويكون في ضيافتنا في عزي الحلقة بالترتيب الأستاذة صفاء أحمد مساء الخير يا مستر أحمد الحسيني مساء الخير يا مستر وأيضا معنا في الحلقة مستر محمود جلال وأيضا معنا في الحلقة مستر هاني الزخار مساء الخير يا مستر مساء الخير يا مستر أبراحضكي وأخيرا وليس أخيرا معنا في الحلقة مستر محمد صابر مساء الخير يا مستر مساء النور يا فاندي أبراحضكي الحمد لله أبراحضكي مشرفيننا وشرفونا كالعادة وإن شاء الله نتمنى لكم حلقة موفقة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا طبعا بنقول للطلوبة بتاعتنا اللي بيشاهدونها دلوقتي إن أسازتنا الأفاضل اللي معنا في الستوديو مجمعين كان مكبير جدا من الأسئلة القائم على إعمال الفكر والتحليل وربط أجزاء المنهج ببعضه فيريد كل طلابنا تركز مع أسازتنا الأفاضل في الستوديو وبرضو عايزين ننوى قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا إن أسازتنا الأفاضل اللي معنا في الستوديو بالإضافة لباقي فريق العمل في مادة الكيمياء مستر مهر سويل دلوقتي الأسازة بيقومه بتكوين الكتاب أو إعداد الكتاب اللي هو بتاع المراجعة النهية لكتاب مدرس على الحوا نبدأ الحلقة بتاعتنا وياريت المخرج الجميل يجيب لنا الصفحة رقم واحد ونبدأ مع الأستاذة صفاء أحمد تفضلي أستاذ السؤال رقم واحد كل مما يأتي غير صحيح بالنسبة للعامل حفاظ معدل إذن معنا السؤال في إجابة واحدة فقط هي اللي حكون صحيحة أكيد لو بتكلم عن العامل حفاظ هو طبعا العامل حفاظ مادة بيلزم منها قليل بتزيد من سرعة التفاعل الطردي والعكسي معا العامل حفاظ علشان أتكلم عن المجال القهربي أكيد الإجابة غير صحيحة ولكن الإجابة الصحيحة في الاختيارات اللي قدامي حكون المجال المغناطيسي المجال المغناطيسي بينشأ منين بينشأ عن طريق الإلكترونات المفردة الموجودة في المستوى في أربطالات المستوى الفرع دي بينتج عن حركة الإلكترون المغزلية وجود مجال مغناطيسي والمجال المغناطيسي بيؤدي إلى التجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي إذن الإجابة رقم بي هي الإجابة الصحيحة حانيا عند سؤال رقم اتنين يمكن حصول على الحديد من خليط منه مع النحاس باستخدام إذن أنا معايا يعتبر سبيكة السبيكة دي فيها حديد وفيها نحاس عايزة حصل على الحديد منفرد لوحده يبقى إذن أنا علشان أستخدم حمد أكيد أنا هفكر في حمد النيتريك المركز طب ليه؟ أنا عارفة أن حمد النيتريك المركز مع الحديد بيكون ظاهرة تسمى بظاهرة الخمول الكيميائي تكون طبقة من الأكسيد غير مسامية على سطح الفلز بتمنع استمرار التفاعل الطبقة هنا أنا هقدر أن أنا أزلها يا إما بالحق يا إما طبعا بإضافة حمد HCL المخفف بينما النحاس حيتفاعل مع حمد النيتريك المركز باعتبار حمد النيتريك المركز عامل مؤكسد قوي وحيتفاعل ويديني نطرات النحاس اتنين وحيديني ميا وحيديني طبعا غاز أنه أتوه أبخرة بنية حمراء إذن حيتبقى الحديد اللي أنا قدرت أن أنا أحصل عليه وافصله عن خليطه مع النحاس حسنت يا أستاذة ننتقل للصفحة رقم اتنين مع مستر أحمد الحسيني اتفضل مستر شكرا مستر أعزائي طلبات الطلبات السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لسؤال رقم 3 المحليل المائية لأملاح نقط تكون ملونة هو جايب قدام حضرتك كده أزواج من الأملاح كل اختياري قدام حضرتك فيه زوج من المركبات فأنا محتاج أحدد من في هذه الأزواج اللي بيكون ملونة فبداية الحل أو فكرة الحل أولا حضرتك بتحدد عدد التأكسد لكل أيوم من أيولات العناصر المتقلية في المركب بعد كده بتبدأ تعمل التوزيع الإلكتروني ومن التوزيع الإلكتروني بيتحدد عدد الإلكترونات للمسترى الفرعي دي إما أن تكون دي عشرة أو دي زيرو بقول ده بيكون عديمة اللون أو مركبات شفافة فلو جينا نبص للاختيار الأول ألاقي السكنديام 3 على التأكسده يبقى معناها أن التلاتة دي فيه زيرو رغم أن النيكل فيه إلكترونيات مفردة إلا أن هذا الاختيار مرفوض هاجي الاختيار رقم باق الأكسيد كروم سي أر تو أو سري على التأكسد كروم هنا سلب 2 أكسوجين فتاعتها بسلب 6 يبقى موجب 6 موجب 3 للكروم يبقى معناها أن الكروم هنا بيحتوي على إلكترونيات مفردة يبقى ده معناها أنه هو عنصر من آيوناته ملونة بص كده لإنحاس آيوني إنحاس في المركب سي و سي إلي تو هتلاقي حالة تأكسد إنحاس كام موجب 2 أيضا يحتوي على إلكترونيات مفردة إلا تسعر وبالتالي تكتسب خاصية إلي لو بصنا الاختيار رقم جيم والاختيار رقم دال هلاقي الخرصين في الاختيار رقم جيم المصالب فرعي دي بيكون فيه 10 إلكترونيات وبالتالي ده غير ملون أيضا رقم دال بالنسبة لإنحاس 2 نحاس 1 سي و 2 سي آي تو و تي آي سي إلي فور على التأكسد الثانية بيكون موجب 4 يبقى معناها برضو أيضا بيكون 3 دي 0 ومن هنا بيكون غير ملون يبقى الإجابة مع حضرتك هتكون الاختيار رقم باء لو جاءنا نشوف السؤال رقم 4 واللي عند تسخين هيدروكسيد الحديد 3 عند أعلى من 200 درجة سلزي ثم إمرار غاز الهيدروجين عند درجة حرارة أعلى قليلا أعلى قليلا يعني بنقول 230-300 درج يتكون مركب من خوصه ابدأ إجابة السؤال سخن هيدروكسيد الحديد 3 هينحل بالحرارة إلى أكسيد الحديد 3 اللي هو الهيماطايت مرر طيار من غاز الهيدروجين على الهيماطايت يبقى يحصل تفاعل اختزالي دي الهيماطايت عند 230-300 هتكون الميغناطايت F3O4 دور كده على الاختيارات هتلاقي لون أحمر دي الهيماطايت لونه أسود وله خواص ميغناطايت أيوة ده الميغناطايت يبقى ده رقم باء يبقى الاختيارة نقول لون أسود وله خواص ميغناطايت أحسن ته مستر ننتقل للصفحة على رقم 3 مع مستر محمود جلال فضل مستر بسم الله الرحمن الرحيم السؤال بيقول إدرس الشكل المقابل والذي يعبر عن العلاقة بين العدد الزري والكتلة الزرية لعناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى وشوف لي مين فيهم الاختيار الصح طبعا حضراتك عارف إن الدورب دايما بيحصل في الكتلة الزرية يا أولاد لأنصر النيكل إذن العنصر إيه ده عنصر النيكل له خمس نظائر طبعا يا أولاد النيكل بيشز عن الترتيب الصحيح بتاع الكتلة يبقى العنصر النيكل يبقى اللي قبله مين عنصر الكوبالت واللي بعده مين عنصر النحاس يبقى أنا خلاص كده سميت الثلاثة عناصر اللي عندي اللي هو الكوبالت والنيكل والنحاس طب يلا نشوف بقى الاختيارات أنا معاودكم دايما بنحل بالاستبعاد يا جماعة طيب بولاقى الثلاثة عناصر تقع في مجموعة واحدة طبعا الكلام ده مش صحيح يا أولاد التانيين حديد كوبالت نيكل طب يدخل العنصر بي عنصر بي اللي هو الكوبالت يا أولاد في صناعة البطاريات السائلة طبعا ده غلط لأنه بيدخل في صناعة البطاريات الجفة طب العنصر C عامل حفاظ في طريقة فاشر تروبيش طبعا الكلام ده غلط لأنه طبعا يا أولاد هو عنصر حديد يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار الرقم C اللي هو عنصر انتقالي على الرغم أن المستوى الفرع دي ممتلئ طبعا يا أولاد هو عنصر النحاس عنصر انتقالي رغم أن المستوى الفرع دي ممتلئ لأنه في حالة التأكسد العليا موجب 2 وموجب 3 هيكون المستوى الفرع دي مشغول ومش مكتمل سؤال رقم 6 بيقول يتم استخدام لغة في صناعة مواد حافظة للأخشاب والدباغة وكمحافظة في عمليات الانتاج الصناعي طبعا احنا مواد حافظة للأخشاب غريبة علينا شوية ولكن شوف بجي الجملة دي يا أولاد والدباغة وكايه كمحافظة في عمليات الانتاج الصناعي طبعا ده بتنطبق على عنصر مين يا جماعة؟ تنطبق على عنصر الكروم لابد أخلي بالك الإجابة عندنا هو عنصر الإي يا أولاد عنصر الكروم أحسنت يا مستر ننتقل للصفحة رقم 4 مع مستر هاني الزهار هذا المستر السلام عليكم تحياتي لطلبات السماء العامة ونتمنى لهم التوفيق دايما السؤال السابع التركيب الإلكتروني لأيون المعدن الانتقالي في مركب K3 FE CN الكل باي 6 هو نقط ويحتوي على نقط إلكترون مفرد حل السؤال هنا ويكمن في أن أنا بقى عارف توزيع إلكتروني وأعداد بتأكسد هحسب العدد بتأكسد للحديد في المركب بالتعويض عن K بموجب 1 وعن CN بسالب 1 وهسوي المركب كله بالزيرو فيطلع عندي الحديد FE بموجب 3 الحديد أصلا تعادل 026 لما نوزعه توزيع إلكتروني أرجون 18 فورس 2 3D 6 لما يفقد الثلاثة هيفقد اتنين من الاس عشال الاس هو الأبعد عن النواع ثم هيفقد واحد من الدي وهي تبكى 3D 5 3D 5 يبقى التوزيع الإلكتروني أرجون 18 فورس 0 3D 5 يبقى عندي كمان خمس إلكترونات مفردة في المستوى الفرعي 3D وبالتالي الإجابة هتكون الإجابة ألف الأرجون 18 فورس 0 3D 5 و 5 إلكترون مفردة السؤال رقم 8 أربع أنابيب وضعت بكل منها كميات متساوية من أحد الأملاح أي منهم يتغير لونه عند وضع برادة حديد وحمض كابريتيك مخفف برادة حديد مع أي حمض مخفف بتعمل ملح سنائي ويتصاعد غاز الهايدروجين وغاز الهايدروجين ده عامل مختاز يبقى عنها هيحصل هنا عملية اختزال عندي ملحين في الإجابات ما يحصل لهمش اختزال كابريتات الحديد السنائي وكابريتات المنجنيز السنائي عشان هما سنائي قابلين للأجسادة ومش قابلين للاختزال عندي ملحين قابلين للاختزال ألف وجيم ألف كابريتات حديد ثلاثية وجيم كابريتات منجنيز ثلاثية كابريتات الحديد الثلاثية فيها الإفت إي موجب 3 حتى لسه موزعينه في السؤال اللي قابله فيه 3D نصف ممتلئ يعني فيه 5 يعني أكثر استقراراً إذن مش هيقبل عملية الإختزال هنا بسهولة لكن اللي هي اختزل بسهولة جداً هو كابرتات المنجنيز لأنه كابرتات المنجنيز بيكون في حالة الموجب 3 عنده 3D 4 بينما في حالة الموجب 2 عنده 3D 5 فيكون نصف ممتلئ فيكون أكثر استقراراً فتكون الإجابة الصحيحة هي كابرتات منجنيز 3 أحسنتي مستر ننتقل للصفحة رقم 5 مع مستر محمد صبر بسم الله الرحمن الرحيم سؤال رقم 9 بيقول ما هو التركيب الإلكتروني الذي يتوافق مع أيوم معدن انتقالي يستطيع تكوين محلولاً أخضر اللي بيقدر يكون محلول أخضر طبعاً أيون الكروم السلاسي لأنه بيمتص اللون الأحمر فيورى باللون المتمم اللي هو اللون الأخضر طب التوزيع الإلكتروني هنا هو عايز لأيون هو توزيع الإلكتروني لزرّة الكروم أصلاً إيه قال أرجون 18 4S1 3D 5 ونفتكر أنه كان فيه شزوز هما نصف وممتلئ طب دي الزرّة طب الكروم بيديني أعداد تأكسد إيه طبعاً إحنا عايزين أيون الكروم موجب 3 هنا عشان يطلع اللون الأخضر كروم موجب 3 يبقى الاس هتبقى نفقد منها واحد ونفقد من الD 2 يبقى إذن التوزيع الصحيح الإجابة رقم G أرجون 18 4S0 3D 3 خلي بالنا من الإجابة رقم دي علشان خاطر ممكن يكون هنا الكروم فقط واحد بس ما بيدينيش حالة تأكسد موجب واحد وبالتالي ديات ما تنفعش تبقى حالة تأكسد للقروم يبقى إجابة صحيح حركة مجيمة بالنسبة للسؤال عشرة بيقول لي عند تسخين أكسيد الحديد السنائي بمعزل عن الهواء ثم معالجة المادة الصلبة النتيجة بحمد الكابريتيك المخفف اللي بيتكون نرجع تاني نقول لما سخن أكسيد الحديد السنائي بمعزل عن الهواء كانت أحد طرق تحضير أكسيد الحديد السنائي يبقى اللي بيكون هنا أكسيد حديد السنائي كابريتك مخفف طبعا معروف ان هو بيتكون كابريتات حديد سنائي وماء وبالتالي تبقى اللي الجابة الصحيحة هي الاختيار رقم دال تمام مستوى احسن تمام ننتقل للصفحة رقم 6 مع الأستاذة صفوة أحمد فضلين سؤال رقم 11 اللي بيقولي الشكل البياني المقابل يعبر عن منحنة الطاقة للتفاعل طارد للحرارة تكون قيمة دلتا اتش دلتا اتش يعني أنا عايزة محصلة الطاقة لتفاعل طارد للحرارة عشان أوجد محصلة الطاقة يبقى أنا حاجيب الفرق ما بين النواتج وما بين المتفاعلات الفرق ما بين النواتج والمتفاعلات طبعا المتفاعلات موجودة عندي على المحور الرأسي طبعا والنواتج هي طبعا النهاية المنحنة زي ما احنا شايفين علشان أوجد العلاقة دي واعرف قيمة محصلة الطاقة المنطلقة لتفاعل طارد يبقى أنا حاجيب الفرق ما بين النواتج وما بين المتفاعلات طبعا على الإشارات اللي موجودة قدامي والعلامات هيبقى هنا الفرق ده عبارة عن اللي هي النقطة Y يبقى الفرق ما بين النواتج والمتفعلات هيبقى عندي هنا اللي هو الاختيار ألف اللي هو Y حسنت يا أستاذة ننتقل للسبحة رقم سبعة مع الأستاذ أحمد الحسيني فضل رسل السؤال رقم 12 يا حضرات بص كده معي على الشاشة قدام حضرتك بيقول يمكن حصول على كابريتات الحديد 3 من أكسيد حديد 2 عن طريق حدوث ألف الأكسادة ثم إضافة حمد كابريتيك مخفف والأكسادة ثم إضافة الحمد المركز والاختزال ثم إضافة حمد كابريتيك المركز والاختزال ثم إضافة حمد كابريتيك المخفف حدد اللي حضرتك عاوزه الأول عاوز مين كابريتات حديد 3 أعلى حالة تأكسد اللي مع حضرتك مين أكسيد حديد 2 يبقى انا كده مضطر اعمل عملية اكسادة وليس عملية اغتزال يبقى الفقرة او الاختيار رقم با جيم ودال مرفوضة يبقى انا معايا عملية اكسادة طي هعمل اكسادة واضيف حمض مخفف ولا اكسادة واضيف حمض مركز اللي مع حضرتك اكسيد حديد اتنين عملت اكسادة يبقى هيمطايت بقى اكسيد حديد تلاتة الهيمطايت لا يتفاعل مع الاحماض المخفف يبقى يتفاعل مع حمض الكابليتيك المركز الساق سؤال رقم 13 عند التسخين الشديد لمركب الحلقة البنية ممكن كده حضرتك وانت تقرأ رأس السؤال ركز على بعض النقاط او بعض المصطلحات في العبارة فهو احنا تعودنا دايما كده يقولي التسخين الهيين لمركب الحلقة البنية احنا هنا بنقول سخن مركب الحلقة البنية بشدة ايه لا يحصل نشوف كده التسخين الهيين ومين مركب الحلقة البنية مركب الحلقة البنية ف اي اس اوفور ضد ان او هيزول بالرجة والتسخين الهيين لم قاله هيكسر الى ف اي اس اوفور زائد ان او وان او ده غاز عديم اللون طب احنا نسخن بشدة بقى ايه لا يحصل كابريتات الحديد اتنين او كابريتات الحديد الزنائية هتنعل الى اكسيد حديد تلاتة زي ما حضرتكو عارفين وخليط من غازاي ثاني وسالس اكسيد الكابريت يبقى المحصلة النهائية يكون معايا مين الاختيار رقم الف اكسيد حديد تلاتة وخليط من ثاني وسالس اكسيد الكابريت ممكن نقول ان يكون معانا الان او اللي هيتأكسط ايضا مع التسخين بشدة الان اوتو لالابخارة البنية الامرى احسنت مستر ننتقل للصفحة رقم تمانية مع مستر محمود جلالة فضل مستر سؤال من اسلتنا الجميلة بل يمكن الحصول على اكسيد الحديد المغناطيسي عن طريق كل من مياه معروف يا ولاد ان انا لو عايز احصل على اكسيد الحديد المغناطيسي فيه عند مجموعة من الطرق اهمها ان انا ممكن اعمل تسخين للحديد في الهواء اللي هو السؤال رقم واحد او الاختيار رقم واحد تسخين الحديد في الهواء معروف ان يا ولاد 3FE زي التو او يدينا اكسيد الحديد المغناطيسي طب امرار بخار الماء عنده 500 معروف يا جماعة 3FE زي 4H2O يدينا برضو اكسيد الحديد المغناطيسي طيب الاختيار ده نشوف نستبعد لول اختزال اكسيد الحديد 3 بغاز CO طبعا هو ما نسميليش درجة حرارة اصغل مفروض درجة حرارة من 230 ل300 برضو هيديننا اولاد اكسيد الحديد المغناطيسي طب تسخين اكسيد الحديد 2 في الهواء اولا تسخين اكسيد الحديد 2 عملية اكسادة واي تسخين الاكسيد من اكسيد الحديد يا اولاد بدينا اكسيد الحديد 3 مش اكسيد الحديد المغناطيسي يبقى اللي احنا نستبعده يا جماعة او الاختيار الصحيح بالنسبة لنا اختيار رقم G سؤال 15 بيقول اضيف المادة ايه الى محلول كلوريد الحديد 3 خلي بالك انا عندي كلوريد الحديد 3 ثم اضيف عليها صودة كوية فتكون راسب ابيض مغدر تمتيجي نجيك كده السؤال من الاخر هو بيقول تكون راسب ابيض مغدر ومعروف ان راسب ابيض مغدر ده عبارة عن هيدروكسيد حديد 2 طيب جميل طب هيدروكسيد حديد 2 ده بيتكون نتيجة ايه تفاعل املاح الحديد 2 مع صودة كوية او هيدروكسيد امونيوم طيب انا عندي成 الوقت ايه كلوريد حديد 3 طب انا وعا tota حول للكلوريد حديد 2 يبال لازم اعمل له اعمالية ايه اختزال فلازم اختار في الا ايه في الاختيارات عندي يكون عندي عامل مختزل طب من عامل مختزل يعطر غاز الهيدروكسيد ولا ساني كوروماتر بوتاسيوم ولا بريمجانات البيوتاسيوم معروف كويس جدا جدا ياولاد ان ساني كوروماتر بوتاسيوم بريمجانات البيوتاسيوم ده عوامل مؤكسدة يبقى أنا بختار العامل المختازل هو غاز الهيدروجي ومستر هاني من شوية يقول إنه ممكن حضره عن طريق تفاعل FE مع الـ H2SO4 يبقى الاختيار عندنا الصحي يا أولاد هو الاختيار رقم ألف نحسنت يا مستر ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر هاني الزهار خضر يا مستر مستر رقم 16 عند إمرار غاز نقط في محلول نقط لا يحدث تغير ملحوظ في لون المحلول أنا أبدأ من الإجابات الخطأ يعني الإجابة به اللي هنستبعدها ثاني أكسيد الكربون بيمر في ماء الجير وإذا مر ثاني أكسيد الكربون على ماء الجير يتعكر ماء الجير إذا مر طبعا لفترة قصيرة S-O2 غاز نفاز الرائحة إذا مر على ورقة مبللة بثاني كورمات بوتاسيو محمدة بحمد الكابريديك أو محمدة بأي حمد فهتتحول لونها من لون البرتقالي لللون الأغدر هذه تغيرها يحدث ده H2S ده الغاز اللي رحته كريهة وبيمر على ورقة مبللة بأسيتات الرصاص فبيتحول لونها إلى اللون الأسود إذا الثلاثة إجابات ده هيحدث فيهم تغير الإجابة ألف مرور ثاني أكسيد الكربون على إنه يؤتش هيدفعل وهيكون كربونات السوديوم بس إعنا عارفين إن جميع الكربونات لا تزوب في الماء ما عدا كربونات السوديوم كربونات البوداسيوم كربونات الأمونيوم وبالتالي التغير مش هيحدث لإن هيحصل إن الكربونات السوديوم هتدوب في الماء غير إن أملاح السوديوم جامعها أملاح غير ملونة وتزوب في الماء فبالتالي لا يحدث تغير سؤال 17 ملح أبيض لأحد الفلزات سقط بعضا منها على لهب بنزل وقبل ما أكمل ده كشف اللهب وأنا ما عنديش كشف اللهب في ملحك سنة تالتة سنوي غير في ملح واحد هي كاتيونات الكلسام المتطيرة اللي تعطي لون أحمر طوبي كان عندي قطة 3 كشفات في سنة تانية عن الليسيوم وعن البوتاسيوم وعن السوديوم لكن أنا عندي في تالتة هو كشف واحد إذن كل ما هقرأ في سؤال كلمة لون أحمر طوبي هيبقى كالسيوم بعد كده تكون كربونات الفلز يعني كربونات الكلسام ولسه قايلين جميع الكربونات ملها لا تزوب في الماء ما عدا سوديوم وبوتاسيوم وأمونيوم وبالتالي ملح كربونات الكلسام ده مش هيدوب في الماء وهيبقى الاختيار الصحيح جيم لا تزوب في الماء أحسنت يا مستر ننتقل للصفحة رقم 10 مع مستر محمد صادر فضل يا مستر معنا سؤال 18 بيقول يتشابه تفاعل محلول كلوريد البريوم مع كل من محلول فوسفات الصوديوم وكبرتات الصوديوم كلهم على حدة فيه يعني أفعل كلوريد البريوم مرة مع فوسفات الصوديوم واخده مرة تانية مع كبرتات الصوديوم إيه وجه التشابه في التفاعلين دول قال لي رقم ألف تكون ملح شحيح الزوابان في الماء ده فعلا حقيقي لأنه هو بيتكون فوسفات البريوم رصب أبيض وكذلك بيتكون كبرتات البريوم رصب أبيض طب ليه مش الاختيار جيم اللي هو بيقول الزوابان الرصب المتكون في حمد الهيدروكلوريك لأنه طبعا عارفين أنه فوسفات البريوم بيدوب في حمد الهيدروكلوريك المخفف إنما كبرتات البريوم لا تزوب في حمد الهيدروكلوريك وبالتالي بقى الاختيار ألف هو اللي صحيح معنا طبعا برضو عشان نبقى عارفين أملح كولوريد البريوم اللي هو الفوسفات والكابريتات ما بتطلعش غازات خالص والتفاعل ما بيكونش مصحوب بتكوين ماء وبالتالي بقى الإجابة رقم به وده مش صحيح بالنسبة لنقطة 19 بقول لي عندك كشف عن أنيون النيتريت في ملح نيتريت والصوديوم باستخدام محلول حمضة هيدروكلوريد مخفف ثم إضافة محلول المركب إيه إلى المحلول الناتج فتكون راسب أبيض عايز يعرف بين المركب إيه نرجع تاني من الأول ونشوف مين بيتفاعل مع مين قال لي نيتريت والصوديوم هيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك وطبعا حمض الهيدروكلوريك بيكشف عن أيون النيتريت وكان بيكون حمض النيتروز ومحلول ملح كولوريد الصوديوم هنحط على كولوريد الصوديوم مركب اسمه إيه بيكون راسب أبيض طبعا كولوريد السوديوم بيتفاعل ويكون راصب أبيض مع أملاح أو مع محلول ملح نطارات الفضة كتجربة تأكيدية للكشفة عن أيون كولوريد وبالتالي بقى الإجابة بتاعتنا هتبقى رقم دال اللي هو هنحط نطارات الفضة تمام ننتقل للصفحة رقم 11 مع الأستاذة صفاء أحمد سؤال رقم 20 يتفاعل محلول X مع المحليل الأتية مكونا راصب أبيض اللون مع محلول نطارات الفضة ومع محلول كابريتات السوديوم يكون اسم المحتمل للمحلول X يعني معنى كده أن أنا في البداية لو فعلت نطارات الفضة مع بنقول الملح X مفروض أنه هو حيديني طبعا أكيد هنا إيه راصب فأكيد حبص على كل الاختيارات حلاقي فيها الكولوريد والكلوريد ده الأنيون ده التجربة التأكدية ليه بكشف به عن نطارات هنا إيه الفضة لما أكشف عن نطارات هنا بكشف عن الأنيون بنطارات الفضة مع كل منهما حيديني طبعا هنا راصب أبيض راصب الأبيض ده بيتحاول للون البنفسيجي عند تعرضه للضوء ويزوق في محلول النشادر يبقى أي احتمال من دول حيكون معنى طارات الفضة كلهم بالنسبة لي حيكون صحيح ولكن اللي حيحدد لي حفاعل هنا المحلول إكس مع كبريتات السوديوم مع كبريتات السوديوم الوحيد اللي حيكون لي راصب حلاقي هنا اللي هو الكالسيوم يعيزا الملح اللي بنتكلم عليه إكس حيكون هو رقم بكلوريد الكالسيوم بيكون راصب أبيض مع كل من نطارات الفضة ومع كل من كبريتات السوديوم لأنه لا يزوب الناتج في الماء حنيجي نقول في رقم عندي هنا 21 بيقول يعتبر أي من الاختيارات الآتية من الهيدروكسيدات التي لا تزوب في زيادة من هيدروكسيد السوديوم عشان أقول اللي مش هيدوب يبقى لازم يكون له تأثير قاعدي زي وزي هيدروكسيد السوديوم اللي ليه تأثير قاعدي أكيد هنا هيدروكسيد حديد ثلاثة طب ليه ما اخترناش هيدروكسيد الخرسين أو هيدروكسيد الألمونيوم لأن كل من هما بنقول عليهم مواد مترددة يعني إيه مواد مترددة تتفاعل مع الأحماض كقواعد ومع القواعد كأحماض يبقى أنا لو فعلت كل من هيدروكسيد الخرسين أو هيدروكسيد الألمونيوم مع هيدروكسيد السوديوم حيتفاعل على أساس إن كل من هما قدام هيدروكسيد السوديوم حيومثل هنا بالنسبة لي حمض إنما هيدروكسيد حديد ثلاثة لا يتفاعل بنقول لأنه تأثيره قاعدي زيه زي هيدروكسيد السوديوم إذن الاختيار رقم جيم هو الاختيار الصحيح أحسنت يا أستاذة ننتقل للصفحة رقم 12 مع مستر أحمد الحسين فضلا مستر الصفحة رقم 12 السؤال 22 يقول غاز يتلامس مع الأكسوجين على سطح خامس أكسيد الفناديم وده بيستخدم في صناعة حمض الكابليتيك ينتقل من تفاعل حمض الهيدروكولوريك مخفف مع كل من أنيونات وجايب اختيارات أربع اختيارات قبل ما أشوف الاختيارات بتاعتي أحدد اسم الغاز الأول الغاز اللي بيتلامس مع الأكسوجين على سطح خامس أكسيدي الفناديم حضرتك كده أخدت في الدرس الأول في الباب الأول الأعمال الاقتصادية لي أو طريقة صناعة حمض الكابليتيك بطريقة التلامس واستخدامات خامس أكسيدي الفناديم كعام الحافز الغاز ده من ثاني أكسيد الكابليت يبقى أنا هشوف ناتج التفاعل بتاع حمض الهيدروكولوريك المخفف مع كل أنيونات اللي قدامي أولا لو فعلت حمض الهيدروكولوريك المخفف زي ما هو موجود في الاختيار الأول مع الكربونات والبيكربونات الغاز اللي بيطلع مش ثاني أكسيد الكابليت الغاز الناتج هو كوة ثاني أكسيد الكربون طب لو أنا فعلت مع النيتريت والنطرات طبعاً حمض الهيدروكلوريك أقل سبات من حمض النيتريك وبالتالي مش هيحصل تفاعل لكن مع النيتريت هيطلع غاز عديم اللون يبقى مش هيطلع الساني أكسيد الكابريت طب مع الكابريتيد والكابريتات مع الكابريتيد حمض الهيدروكلوريك المخافة فيطلع غاز كابريتيد الهيدروجين اللون رائحة كريهة ومش هيحصل تفاعل مع الكابريتات وبالتالي مش هيتكون ساني أكسيد الكابريت يبقى الاحتمال الأخير هو اللي معاي اتأكد كده حمضة هيدروكلوريك وترجم كلامك لمعادلة رمزية حمضة هيدروكلوريك مع الكابريتيت هيتكون غاز سينوكسيد الكابريت حمضة هيدروكلوريك مع السيوكابريتات بيتكون غاز سينوكسيد الكابريت يبقى الاختيار بتاعي هو الفقرة رقم ده طيب لو انتقلنا للسؤال رقم 23 في نفس الصفحة بقول لي في التفاعل التالي ايا من العبارات التالية صحيح جايب اربع اختيارات وجايب معادلة التفاعل بسيطة جدا بس في حاجة صغيرة خالص بمعادلة التفاعل ممكن بعضنا يخلط فيها بقول اتش تو اس جاز جاريت كده حضرتك تركز على الحالة الفيزيئية مهمة جدا زائد سي اتش سري سي او بي تو بي بي الناتج اكس هو ممكن طالب يبص الاكس والواي ويعكس مكان المركبات وبالتالي مش هيوصل للناتج بتاعه هو قالك اكس اكويس وقال واي صلد يعني ايه صلد المادة المتكونة مترسبة يبقى مين الناتج من معادلة التفاعل معادلة التفاعل انت بتكمل معادلة بس يبقى الناتج بي بي اس يبقى المادة واي اللي هو الراصب الاسود اللي هو البي بي اس كمل بقى التبادل الايوني اللي يحصل هتكون حمض الاسيتيك سي اتش سري سي او او بي اتش ده اللي هو هيكون المادة X إيش معنى؟ لأنه هو ده الحالة الفيزيائية العطالي أكويس وحمض الأسيتيك اللي هو X له رائحة الخل والراصب الأسود اللي هو Y يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الفقرة رقم G X رائحة الخل و Y راصب أسود أحسنت يا مستر ننتقل للصفحة رقم 13 مع مستر محمود جلال فضل أسنت سؤال 24 يقول له عند تسخين عينة من كلوريد البريوم نتهدرت في بوتاقة تسخينا شديدا يحدث تغير في كتلتها يعبر عنه بالشكل التالي صلوا عن نبي حضراتكم عارفين كويس جدا يا جماعة إن أنا في العينة المتهدرتة بACL2.XH2O هنا طبعا 2H2O المفروض حضراتك لما تيجي تسخن تسخين شديد اللي بيحصل يا جماعة إن بيتصاعد بخار الماء بعدد المولات الموجود في الصيغة وبيثبت كتلة المركب بعد ذلك يبقى المفروض العلاقة ألف لأ وبيل قال إنها ما بتوصلش للصفر يا جماعة وطبعا المفروض إن بيتطاير الماء فالمفروض الكتلة تتغير في جيم فجيم كمان غلط يبقى المفروض يا ولاد الاختيار رقم دال المفروض إن أي ملح متهدرت إن احنا لما نيجي نسخنه يا جماعة أنا قلت لجيب لك أي ملح في ضد بيتسخن بيتطاير اللي هو مثلا بخار الماء هنا ويتثبت الكتلة عند الكتلة بتاع العينة الجفة أما السؤال 25 يا جماعة فبيقول لي أنا عندي أملاح الصوديوم في ملحين يا جماعة واحد اسمه NAX والتاني اسمه NA3X ممكن أكشف عنهم باستخدام محلول نطرات الفضة طبعاً كلنا عارفين يا أولاد إن محلول نطرات الفضة ده من آخر بقول لي إن هو كاشف مهم جداً جداً عن مجموعة من الأنيونات كام يا أولاد 6 هو بيكشف عن الكولوريد والبروميد واليوديت وبيكشف عن الفوسفات وكمان بيكشف عن الكابريتيد ده وبيكشف عن مين بيكشف عن يعني لإيه الكابريتيد طيب هو بيكشف عن أملاح أحدية زي مين زي الكولوريد والبروميد واليودي id تلاتة بس هو هنا بيقول له بيتكون راصب لا يزوب في محلول النشادر AGX راصب لا يزوب في محلول مين يا أولاد النشادر يبقى بالتأكيد X ده هو اليوديت لكلوريد ولا بروميد طيب كويس جدا وAG3Y يبقى المفروض يكون الأنيون سلاسي صح كده يعني سلاسي تكافؤ يبقى المفروض ما فيش اللي عندي الفوسفات لأنه خصوصا بيكون راصب يزوب في حمض الناتريك طيب هل هو عايز أسماء الأنيونات ولا عايز الأملاح لا عايز ده ولا عايز ده ده هو عايز مين يا أولاد عايز الأحماض اللي شطقت منها الأنيونات فانا عندي مين الاختيار الاختيار رقم دال اللي هو حمض الهيضرويوديك وحمض الهي أولاد الفوسفوريك يبقى الاختيار عندنا يا جماعة هو الاختيار رقم دال هو الاختيار الأصح أحسنت يا مستر ننتقل للصفحة رقم 14 مع مستر هاني الزهار فضل مستر عندنا السؤال 26 و27 و27 في صفحة 14 نركز عشان هو الاثنين مسائل عشان نركز مع المسألة عشان توصل بصرة احترقت قطعة من مادة عضوية كتلتها 0.4122 احتراقا تاما فزادت أوعية انتصاص بخار الماء وساني أكسيد الكربون بالأرقام اللي عشاشها قدامنا على الترتيب فإن المركب يتكون منه فكرة المسألة هنا أنه مركب عضوي والمركب عضوي إذا احترق يكون ساني أكسيد الكربون وماء لأن جميع المركبات العضوية تحتوي على هايدروجين وأكسجين وكربون فالكربون هيتحول إلى ساني أكسيد الكربون والهايدروجين هيتحول إلى بخار الماء فكرة المسألة في الاختيارات هل المركب ده فيه كربون وهيدروجين فقط ولا فيه عناصر أخرى هتتحسب إزاي؟ هحسب كتلة الكربون في العينة اللي قدامها كربون 1 مول كربون بيبدي 1 مول ساني أكسيد الكربون 1 مول كربون بـ 12 جرام من الكتلة اللي هتبقى بين الأقواص عالما بقال كتلة الزراجة هنحسب الـ 1 مول من ساني أكسيد الكربون هيبقى بـ 44 جرام هنحط قيمة ساني أكسيد الكربون اللي عندنا في المسألة تحت الـ 44 جرام وهنعمل طرفين فوسطين فهنحسب كتلة الكربون في العينة كاب ويطلع تقريبا حوالي 2 من 10 جرام هنتنقل على الهايدروجين الهايدروجين مختلف شوية لـ 2 هيدروجين 2 مول هيدروجين بيعملوا مول من بخار الماء فبالتالي 2 جرام هيدروجين هيعملوا 18 جرام من بخار الماء هنحط قتلة الماء تحت الماء وهنبقى الطرف الثاني أكس اللي هو المجهول وطرفين فوسطين هنجيب قتلة الهايدروجين في هذه العينة هنجمع قتلة الكربون مع قتلة الهايدروجين هتطلع حوالي 24 من ماء ما وصلتش للرقم بتاع العينة إذن هذا المركب عضو يحتوي على عناصر أخرى لو أسمت بقى طرحت الأول كتلة العينة ناقص مجموع الهايدروجين والكربون هيديني كتلة العناصر الأخرى هبدأ أسم كتلة العناصر الأخرى على الرقم الكل اللي هو 0.4122 هيطلع النسبة المقوية للعناصر الأخرى الحزب هتديني رقم 39 و 34 من 100% إذن الإجابة دا هي الإجابة الصحيحة مش هتطرق إن أنا أحسب نسبة الكربون والهايدروجين مش مش أحتاجها الإجابة تطلع لي واضحة جدا السؤال اللي بعده سؤال 27 برضو بسألة خلط 100 ملي من القاعدة X بتركيز 1 مولر مع 200 ملي من حمض HCL بتركيز 1 مولر في نهاية العملية وجد أن البي إتش بسابعة بي إتش بسابعة على خط البي إتش يبقى دا مركب متعادل وطالما مركب متعادل يبقى الـ M A من الباب التاني V A على N A إكوال M B V B على N B يبقى لازم الطرفين يطلعوا قد بعض طب التركيزين واحد لكن الحجمين مش واحد في حجم 100 وفي حجم 200 يبقى أكيد الحجم المتين اتقسم على 2 عشان يساوي المية يبقى معامل الحمض في المعادلة الموزونة 2 مول وبالتالي الحمض هنا بيتفعل مع قاعدة سنائية الهايدروكسايل وهتلاقي الوحيدة اللي سنائية الهايدروكسايل في الإجابات هي القاعدة اللي في الإجابة ألف وهي B A O H الكل باي 2 أحسنت يا أستاذ شكرا ننتقل للصفحة رقم 15 مع مستر محمد صونيح تركيز ال H أو سلوك بتركيز الهايدرونيوم يبقى أنا لازم أجيب تركيز ال H المجاب بتركيزها بكام طب تركيز الهايدرونيوم بيساوي جزر K A في C A هنه مش مديني سابع التأيون قال لي ما طبيعا مدينيش سابع التأيون هنا عشان الحمض قوي حمض الكابرتيك من الأحماض القوية وعرفين الحمض القوي بيبقى تم التأيون يعني تركيز الحمض بيساوي تركيز أيونات الهايدروجين المجابة قال لي اوه بس في شرط ان يكون الحمض احد البروتون انما حمض الكابريتيك سناء البروتون او سناء القاعدية اذا تركيز ال H هيساوي تركيز الحمض مضروف في اتنين وبالتالي نبدأ حل المسألة ونقول ان تركيز الهادرونيوم هتساوي اتنين في تركيز الحمض اللي هو خمسة من الف يطلع بعشر قس سالب اتنين لو انا خدت سالب لوجل عشر قس سالب اتنين طبعا يديني هكومة ال VH اللي هتطلع بتساوي اتنين تبع الاجابة الصحيحة يا الاختيار رقم ديها ال 2 بالنسبة لسؤال 29 بولي اي التفاعلات التالية اللي يمكن حدوثها هنشوف التفاعلات ونطبع عليها القواعد اللي احنا اخدناها فهو جايب لي تفاعل ما بين كربونات السوديوم وحمض الهيدروكلوريك طبعا احنا عارفين ان حمض الهيدروكلوريك بيتفاعل مع املاح الكربونات وبيطلع غسة انوكسيد الكربون لان حمض الهيدروكلوريك اكثر ثبات من حمض الكربون اللي اشتق منه ايون الكربونات وبالتالي التفاعل الاول ينفع ويمكن حدوثه طب بالنسبة للتفاعل التاني جايب كابريتيت الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك وبرضو حمض الهيدروكلوريك اكثر ثباتا من حمض الكابريتوز اللي اشتق منه ايون الكابريتيت وبالتالي تفاعل يمكن حدوثه انما بالنسبة للاختيار جيم جايب حمض الهيدروكلوريك مع ملح الكابريتات الصوديوم وكابريتات الصوديوم اشتق من حمض الكابريتيك الأنيون هنا مش ركة من حمد الكابريتيك اللي هو حمد الهيدروكلوريك أقل منه سباتا وبالتالي حمد الهيدروكلوريك لا يمكن أن يتفاعل مع كابريتات السوديوم لأنه أقل سباتة من حمد الكابريتيك اللي اشتقى منه أيون الكابريتات وبالتالي الإجابة الصحيحة تبقى الاختيار رقم جيمة أحسن تاريسة محمد ننتقل للصفحة رقم 16 مع الأستاذة صفواء سؤال رقم 20 نخلي بالنا كده أولادنا السؤال ده على المادة المتهدرتة فعايز أحسب عدد مولات ماء التبلر بس هخلي بالي من التفاعل اللي قدامي هو بيقول لي إيه بيقول لي سخنة عينة كتلتها 38.3% من 100 جرام من هيدروكسيد البريوم إذن هنا في مية بيقول لي المتهدرت وبعد التسخين أصبحت كتلتها 4.59% من 100 جرام تبعا المعادلة المعادلة اللي قدامي المادة هنا بالتسخين الشديد قدتني أكسيد البريوم قدتني طبعا هنا المية علشان أحسب عدد مولات ماء التبلر كلنا طبعا عارفين الخطوات أكيد أنا حطرح هجيب كتلة ماء التبلر يبقى حطرح 8.37% ناقص الـ 4.59% هيديني طبعا كتلة ماء التبلر 3.78% جرام علشان أوجد هنا العلاقة يبقى أنا حوجد العلاقة بين مين بين أكسيد البريوم اللي هو الـ B.A.O وبين طبعا أكيد هنا المية علشان أوجد العلاقة دي طبعا هجيب الكتلة الملية لأكسيد اللي هنا بنقول أكسيد البريوم هتطلع بالحسابات بتاعتي 153 هشوف طبعا عندي هنا وأنا بحسب هبتدي إن أنا أوجد X وعندي هنا اللي هي بنقول المادة بعد التسخين كتلتها 4.59% وكتلة ماء التبلر اللي أنا هجيبها نخلي بالنا بجيب طبعا هنا الكتلة اللي طلع 3.78% بالحسابات يبقى أنا حقدر أن أنا أوجد اللي أنا حوجده إيه حوجد N زائد واحد يعني اللي أنا حوجده حوجد N زائد واحد عشان أوجد N زائد واحد يبقى أنا هعمل كده حضرب يبقى أنا حجيب 3.78 هنا إيه من مية في 153 اللي هي الكتلة الملية على كتلة المادة المتهدرتة اللي هي الغير متهدرتة اللي هي 4.59% واضرب في 18 حيطلع عدد الملات اللي عندي اللي موجودة N زائد واحد هتطلع بسبعة بس أنا مش عايزة هنا N زائد واحد أنا عايزة N فقط N فقط تمثل كام من الأرقام اللي موجودة عندي هتمثل طبعا N فقط هتمثل الستة تمام باجي بعد كده المسألة اللي وراها طبعا أنا معايا محلول إن شادر مديني تركيزه واحد من عشرة مولر فإذا كانت قيمة الكي بي له تساوي أربعة في عشرة أس سالب طبعا هنا إيه خمسة فإن الرقم الهايدروجيني بيسألني على البي اتش وليس البي او اتش طب اللي قدامي دي قاعدة يبقى لازم الأول أديب ال او اتش تركيز أيون الهايدروكسايل يبقى جزر الكي بي في السي فحضرب تحت الجزر 4 في عشرة أس سالب خمسة في واحد من عشرة علشان أضربها هتطلع معنا كل ولادنا بالآلة هتطلع 2 في عشرة أس سالب طبعا تلاتة هجيب هنا أنا جبت كده ال او اتش هجيب ال بي او اتش ال بي او اتش يبقى سالب لغرية سالب لغ سالب لغ 2 في عشرة أس سالب تلاتة هتطلع معنا 2 وتسعة وستين من ايه من مية أنا محتاجة مين؟ أنا محتاجة البي اتش وليس البي او اتش يبقى كان لازم أوجد البي اتش ومنها أقدر أن أنا أوصل للبي اتش يبقى علشان أوصل للبي اتش يبقى حطرح القيمة اللي أنا أوجدتها من الـ 14 يبقى 14 ناقص 62.69% تطلع القيمة الرقم الهايدروجيني 11.3 من 10 يعني الاختيار بتاعه هيبقى رقم بيه ننتقل للصفحة رقم 17 مع مستر أحمد الحسيني السؤال 32 او صفحة 17 بقول عند إضافة محلول برمنجينات البوتاسيام المحمدة بحمض الكابريتيك المركز إلى محلول كابريتات حديد 2 ثم إضافة محلول هيدروكسيد السوديوم إلى المحلول الناتج لا يحدث تفاعل ولا تكون راصب أبيض مخدر ولا تكون راصب بني محمر ولا تكون راصب أبيض طبعا هنا حضراتكم عارفين أن محلول برمنجينات البوتاسيام مادة مؤكسدة والمادة المؤكسدة هتأكسد ملح الحديد 2 اللي قدام حضراتكم إلى كابريتات حديد 3 لما أضف لها محلول الصودة الكاوية يطلع هيدروكسيد حديد 3 وليس 2 وبالتالي الراصب اللي هتكون راصب بني محمار بالنسبة للسؤال اللي بعديه اللي هو سؤال رقم 33 بيقول لفصل المركب هيدروكسيد حديد 3 من مخلوط له مع هيدروكسيد ألمونيوم يبقى أنا كده عندي كم هيدروكسيد هيدروكسيد 3 وهيدروكسيد ألمونيوم هيدروكسيد حديد 3 وهيدروكسيد ألمونيوم وكلهما ده راصب وهيدروكسيد ألمونيوم أيضا راصب أفصلهم إزاي؟ يبقى محتاج مزيب يزيب أحد الرواصب ويتبقى الآخر فعندنا كده في الاختيارات كولويد باليام ولا حمضة هيدروكولوليك مخفف ولا هيدروكسيد السوديوم طبعا هيدروكسيد السوديوم هيتفاعل مع هيدروكسيد الألمونيوم وهيختفر راسب الأبيض الجيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم لتكون ميتة ألمونيات السوديوم ويتبقى هيدروكسيد الحديد 3 يبقى الإجابة جي أحسنت يا أستر ننتقل للصفحة رقم 18 نشوف يا حبايبي كده سؤال مهم جدا الآن السؤال بيقول يا أولاد عند خلط 50 ملي من حمضة الكابريتيك 1 من 10 مولاري إلى 100 ملي من هيدروكسيد السوديوم 2 من 10 مولاري يصبح لون دليل عباد الشمس كذا وجدنا بيصل عن قيمة بي اتش أولا نكتب المعادلة بتاعتنا موزونة يلا نشوفها كده اتش تو اس او فور زائد تو ان او اتش يدينا ان اتو اس او فور زائد تو اتش تو او علشان يبقى المحلول بتاعنا متعادل يا أولاد لابد يكون مكافئات الحمض وتسوي مكافئة القلوة يعني M A V A على N A نسوي M B V B على N B طيب نعمل ايه يا أولاد نجيب M A V A على N A إلى M B V B على N B ونشوف من فيهم اكبر طيب نعمل ايه الاول لحمض الكابريتيك حمض الكابريتيك تركيزه 1 من 10 مولاري في 50 على 1 لان عدد مولاري في المعادلة الموزونة 1 فيطلع الناتج كام يا جماعة يطلع الناتج 5 طيب نشوف بقى القلوي اوه M B V B على N B M B كام ب1 من 10 ب2 من 10 وال V B كام يا أولاد ب100 على كام على 2 فيطلع الناتج كام يطلع الناتج 100 يبقى ده معناه يا أولاد ان مكافئات القلوي اكبر من مكافئات الحمض يبقى ده معناه ان المحلول ده محلول قلوي سؤال 35 سؤال مهم جدا عن الانتزان يا جماعة بيقول H2 زائد CO يدينا H2O زائد CO طيب جميل نعمل ايه يا أولاد اجل لو فرضنا ان الحجم سابت واحنا زودنا درجة الحرارة معروف ان العامل الوحيد الذي يغير من درجة الحرارة هو عبارة ان الذي يغير من قيمة سابت الاتزان هو درجة الحرارة يبقى احنا كده هنستبعد السؤال الف والإجابة الف والإجابة رقم جيم لان هنا سابتين كيبي طيب كويس حضرتك التفاعل اللي عندك ده طارد ولا مص الحرارة طبعا معروف دلتا ايتش موجب يبقى التفاعل ده مص الحرارة يبقى التفاعل بينشط في الاتجاه الطردي لما نعمل له عملية تسخين يا أولاد طيب معنى ذلك ان كيبي بتزيده لبتيل طبعا كيبي لازم تزيده يبقى الاختيار عندي يا أولاد هو الاختيار رقم دال تاني مع بعض واحدة واحدة كده بما ان التفاعل مصر الحرارة يبقى ينشط في الاتجاه الطردي لما يعمل له عملية تسخين ولما ينشط طردي يبقى يزداد تركيز النواتج وتزداد قيمة كيبي يبقى الاختيار رقم كان رقم دال أحسنت يا مستر ننتقل للصفحة عرقم 19 مع مستر هاني الزهار سؤال 36 وزيب 2 جرام من كلوريد السوديوم غير النقي في الماء وأضيفت إليه وفرة من محلول نطرات الفضة فترسب 4.628 من كلوريد الفضة فإن النسبة الماوية للكلور في العين حل السؤال هنا أوله 2 جرام من كلوريد سوديوم غير نقي غير نقي يعني الرقب ده هيستنى معايا لآخر المسألة عشان هأسل عليه واضرب في مية واجيب النسبة الماوية بعد كده هكتب معادلة بين نطرات الفضة وبين كلوريد السوديوم هتبقى معادلة موزورة خلاص؟ بس المطلوب هنا مش كلوريد السوديوم كامل مطلوب كلور بس فالمعادلة أصبحت بين طرفين بين كلور في المتفعلات وAGCL في النواتج الكلور في المتفعلات كتلة الزرية بتاعته ب35 الAGCL كتلة الزرية بتاعته وكتلة المولية بتاعته ب143.5 هنبدأ نحط الراس بتاعت ال143.5 ونعمل طرفين في وسطين فهنجيب قيمة الكولور قيمة الكولور هتبقى ب1 و145 من ألف جراب هنقسمها على الاتنين جراب ونضرب في مية تطلع النسبة الماوية اللي أجابها جين 57 و25 من مية في المية سؤال 37 الشكل المقابل يوضح التفاعل المتزم التالي 2SO2 زائد O2 يدي 2SO3 العامل المؤثر الذي يتم تغييره عند الزمن T كل الحل على الرسم الرسمي دلوقتي مديني أنه ده تفاعل متزم واللي يغير في حالة اكتزان أنه يحصل أحد التغيرات حسب قاعدة تدوشة ليه فالتغير اللي يحصل هنا إيه؟ لو لاحظنا هنلاقي أن المتفاعلات بدأت قل والنواة تزيد إذن التفاعل اتصرع في الاتجاه الطردي هنلاحظ أن الأكسوجين حصل فيه زيادة مفاجأة ورجع تاني عشان هو أحد المتفاعلات رجع الزيادة دي تقل فبالتالي اللي حصل هنا التغير اللي حصل وخلى التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي هو إضافة كمية من الأكسوجين وده اللي موجود في الإجابة رقم دين أحسنت مستر ننتقل للصفحة ورقمهم 20 والأخيرة مع مستر محمد صوبر تفضل مستر سؤال تعونيها 30 بيقول موقيمة حصل إزابة لهيدروكسيديك كالسيوم كمية البي اتش اللي ب12 السؤال ده مركب من كذا قانون وهنستخدم فيه قوانين كتير وتعتبر دي هات مهارات عالية في التفكير هو مديني البي اتش ب12 وأنا معايا ملح فيه آيونات هيدروكسيد وبالتالي احنا هنشتغل على آيونات الهيدروكسيل فاحنا بدلالة البي اتش نجيبي البي او اتش يبقى اول حاجة نقول البي او اتش بتساوي 14 نقص البي اتش يبقى 14 نقص 12 يطلع 2 جبت البي او اتش اروح جاي قايل عايز اجيب منها تركيز ايونات الهيدروكسيد تركيز ايونات الهيدروكسيد بتساوي 10 أس سالب قيمة البي او اتش يبقى اول 10 أس سالب 2 يطلع قيمة تركيز الهيدروكسيد بعشرة أس سالب 2 أكتب معادلة تفكك هيدروكسيد الكالسيوم فهنقول C A O H Y 2 بيتفكل C A موجة بثنين وثنين 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 سالب ألاحظ أن تركيز الهيدروكسيد ضعف تركيز الكالسيوم وبتركيز الهيدروكسيد إحنا لسه حزبينه عشر قص سالب اثنين يبقى تركيز الكالسيوم خمسة في عشر قص سالب ثلاثة أرجع عوض في قانون حاصل إذابة KSB بتساوي تركيز الكالسيوم في تركيز الهيدروكسيد كل تربيع وبتالي بخمسة في عشر قص سالب ثلاثة في عشر قص سالب اثنين تربية يطلع خمسة في عشر قص سالب سبعة يعني الإجابة رقم ألف بالنسبة النقطة 39 بولي عند وضع صاق من الحديد في محلول كابريتات النحاس الأزرق نمسك نص السؤال ده ونقول حديد على كابريتات النحاس الحديد أكثر نشاط من النحاس وبالتالي حل محله في مركباته فيتكون كابريتات حديد سنائي هيحصل إيه بعد كده؟ قال لضيف محلول الصودة الكوية إلى ناتج التفاعل يبقى لون الرصب إيه؟ قال للصودة الكوية لما بتحطى على الأملاح الحديد السنائي بتكون الرصب أبيض المغدر بس فيه ملحوظة صغيرة أن أسئل البنك المعرفة بيسأل عن الرصب هنا ويقول عليه أخدر فاتح فهنا نبقى عارفين أن الأبيض المغدر هو الأخدر الفاتح تمام يا مستر؟ أحسنت يا مستر أستاذ صفاء في نص دقيقة كده لو عندك أي رسالة للطلبة بتاعتك تسوكي جواهد طبعاً أحب أقول لكل الطلبة إحنا عدينا مرحلة كبيرة قوي من المنهج ومعظمنا خلاص بدأنا يعني إيه في نهاية المنهج لو سمحت خلي عندك أمل خلي عندك عزيمة أنت تقدر وإنت قادر أنت تقدر في الفترة اللي جاية تلمي نفسك كويس جداً وهتقدر معاك كتاب مدرس على الهواء في جميع المواد وطبعاً الكتاب نازل كل مادة منفصلة لوحدها يعني أنا بنصح بكل طلابي وكل طلاب مصر كلها أنها تقتني هذا الكتاب نخبة من يعني أميز مدرسين طبعاً هنا إيه بنقول جمهورية مصر العربية ويا رب التوفيق لكل طلابنا أحسنت يا أستاذة ومسترح ما تحب تقولي لطلاباتك ربنا يوفق كل طلاب السنواء العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بس بحب بوجه رسالة من برنامج مدرس على الهواء يا ريت حضراتكم وأنتم بتراجعوا المنعج أو المقاربة بتاعك بيكون الرابط بين الأبواب وبعضها مش بتذاكر الباب مستقل لا هيكون الأسئلة في النظام التقييم الجديد هي أسئلة مرتبطة أنا بدي سؤال في كيميا الكهربية باتحرك منه للكيميا التحليلية هطلع من كيميا التحليلية للتزان الكيميائي ده إن شاء الله بدأنا نحطه في كتاب برنامج مدرس على الهواء وده إن شاء الله يكون موجود قدام حضراتكم جميعا نستر محمود جلال تحب تقولي طلباتكم أقول كل الطلب بتوعي ربنا معاكم يوفاكم دايما بقول دايما توكل على الله ولا تجزع فالجزاء من جنس العمل حاول بقدر الإمكان تتعب كويس جدا جدا اشتغل على نفسك كتير جدا جدا يا جماعة إحنا بنعد كتاب إن شاء الله يكون مميز جدا في كل حاجة جديدة نعرف نوصلكم إن شاء الله للدرجة النهائية وربنا معاكم بعوني لأسرحنا تعالى نستر هاني الزهارت حاب تقولي طلباتكم لكل طلبة سنو العامة ربنا يوفاكم الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا هي أخطر فترة في السنة كلها مش نطلوب منك أكتر من التركيز وإنك تعمل اللي عليك ما تشدتش نفسك بحاجات كتير محدش يحبطك ويقولك إن خلاص وقت انتهى لا بالعكس ده هي الفترة اللي جاية فترة بداية مش نهاية لإن احنا بنعتمد السنة دي مش على طلقين بنعتمد على فهم وعلى إن انت مركز في المنهج بتاعك ورابط أجزاءه زي ما المستر أحمد قال وبإذن الله التوفيق للجميع ونعمل اللي علينا وبإذن الله يجلنا التوفيق من عند ربنا مستر محمد صابر تحب تقولي الطلبة تعالى بنقول التوفيق إن شاء الله بالتوفيق اللي كل طلبنا الأعزاء ولازم هو يختار بعناية الحاجة اللي هو هيذكر منها طبعا دلوقتي قرب يخلص المنهج بتاعه فلازم يكون فيه مراجعة بصفة مستمرة المراجعة بصفة مستمرة معناها أن أنا بحل التدريبات وبحاول أربط المنهج أجزاءه بعضها لازم ننتقل الكتاب اللي احنا نذكر منه كويس كتاب بتاعنا عملنا فيه أفكار كتير جديدة بتربط الأبواب بعضها جبنا واستخدمنا مصادر كتير زي بانك المعرفة ومراجع أجنبية وغيرها من الكتب اللي حطينا فيه أفكار كتير علشان خاطر تساعد الطالب إن هو يفهم ويزود معلوماته يعني هو دلوقتي لما بيحل من الكتاب مش شغله إنه هو يقيم نفسه إنه هو يقول أنا جبت ستين من ستين أو تلاتين من تلاتين في الاختبار لا وشغلك إن أنت تدور على أفكار أكتر تطلحها وفيه أسئلة نعمل أسئلة ممكن السؤال نفسه يطلع أفكار كتير يديك قواعد جديدة أنت ما كنتش عارفها رعينا الكلام ده كله في الأسئلة بالتوفيق إليهم إن شاء الله وربنا يكلمون تساعدنا أحسنتو جماعة وشرفتونا وحلقة من حلقات المنتعة وناتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة وبضم صوت الصوت للأساتز الأفاضل في الستوديو طبعا إحنا من دلوقتي بنعد كتاب جميل جدا بالنسبة للكيمياء فيه كم كبير جدا من الأسئلة مواطية المنهج بشكل جميل جدا تماشية مع النظام الجديد للسانوية العامة وطبعا الكتاب هيبقى فيه كم كبير جدا من الأسئلة إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن أساتزتنا الأفاضل يحلوا معظم الأفكار اللي في الكتاب في الحلقة بتاعتنا بس أكيد طبعا وقت الهواء بتاع البرنامج مش هيساعدنا نحن نقول كل حاجة فالكتاب لما يكون موجود مع الطالب تليفونات الأساتز الأفاضل كلها تبقى موجودة على الكفر بتاع الكتاب بحيث أي طالب عايز يسأل أي سؤال من أي نوع هيتواصل مع الأساتز الأفاضل وفي نهاية الحلقة بنتمنى أن يكون حضراتكم استفدتم من الحلقة مع أساتزتنا الأفاضل وتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة